السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب نزول دم بعد الدورة بأسبوع تتضمن الأسباب المحتملة لنزول الدم بين الدورة الشهرية والدورة التي تاليها ما يأتي استخدام وسائل منع الحمل الطارئة كاللولب أو الحبوبة التي تأخذ في اليوم التالي للجماع الحمل إذ تلاحظ بعد النساء خروج بعض قطرات من الدم بعد حدوث الحمل وتشير هذه القطرات إلى انغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم ويسمى هذا الدم بدم الانغراس ويصاحبه تشنك خفيف في الرحم استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية فاستعمالها من الأسباب الشائعة للنزيف المهبالي بين الدورات ويحدث ذلك عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء استخدام هذه الوسائل الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيا تسبب هذه العدوى إلى جانب النزيف بين الدورات النزيف أيضا خلال الجماع أو بعده الإجهاض فالنزيف بين الدورات هو أحد العلامات الأولية على حدوث الإجهاض إذ يمكن أن يحدث الإجهاض في أي وقت من الحمل حتى قبل أن تدرك المرأة أنها حامل من الأساس الإصابة بمتلازمة تكايس المبايد إذ تتسبب متلازمة تكايس المبايد بإضطراب الدورة الشهرية وبعد النزيف بين فترات الدورة الشهرية في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعموا بلايك وكومنتو وتشاريوا الفيديو مع الزقائقكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ